مرحباً الرحيم أسعد الله وقاتكم بكل خير التحية لكم أحبتي المشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي وعودة دوري لدوم العراق دوري النخبة العراقي ومباريات هذه الجولة الجولة الثالثة والثلاثين ولقاء نادي القاسم اللي يضيف طريق نادي همانة بغداد على أديم ملعب الحيث الأولمبي المباراة اللي تأخرت عن انطلاقها تقريباً نصف ساعة كاملة لذلك بسبب تشابه للألوان بين حارس المرمى لفريق نادي القاسم مع الفانيلة الخاصة بنادي أمانة بغداد لذلك توقفت المباراة لعدم موجود فانيلة احتياطية لحارس مرمى فريق نادي القاسم لذلك المباراة الآن ستنطلق في هذه اللحظات ما بين الفريقين مباراة حساسة وصعبة لما يمر به الفريقين من خلال مشوارهم خلال هذا الموسم والفريقين في مراكز متأخرة في جاور الترتيب لدوري نجوم العراق نادي القاسم اللي يحتل المركز الثامن عشر برصيد خمسة وعشرين نقطة بينما فريق أمانة بغداد يقف في المركز التاسع عشر برصيد ثلاثة وعشرين نقطة لذلك مباراة الفريقين طبعا هي تعتبر بست نقاط إذا ما حقق فريق نادي القاسم وإذا ما حقق فريق أمانة بغداد لذلك طموحات الفريقين في هذا اللقاء الابتعاد من المراكز الأخيرة في الأمتار الأخيرة والجولات الأخيرة الفرق تبحث عن النتائج ست جولات متبقية من ضمنها هذه الجولة لذلك أمانة بغداد يحاول أن يرفع رصيده من النقاط من خلال هذا اللقاء ويفكر فيما تبقى من المباريات لدوري نجوم العراق وأيضا نفس الحال ينطبق على فريق نادي القاسم هو الآخر اللي يحاول أن يبتعد عن المراكز الأخيرة والمهددة بالهبوط الآن الفريقين طبعا هم من الفرق اللي تتواجد في مراكز الهبوط مع أندية نفط البصرة ونادي القاسم وأمانة بغداد ونفط الوسط هنا حكم المباراة حكم درجة أولى محمد صادق هو اللي يقود هذا اللقاء وهذه المباراة الأولى للمدرب العائد من جديد لتدريب طريق نادي أمانة بغداد المدرب دائر أحمد اللي يقود في هذا اللقاء خلفا للمدرب عباس عباد ويعتبر دائر أحمد ثالث المدربين لفريق أمانة بغداد خلال هذا الموسم بعد وسام طالب وعباس عبويد وهنا أيمن الحكيم أيضا مدرب فريق نادي القاسم المدرب السوري اللي يطمح أن يبقي فريق نادي القاسم للمواسم القادمة إذن ننتظر صافرة حكم المباراة درجة أولى محمد صادق اللي يقود هذا اللقاء لمساعدة مقداد عقيم كمساعد أول محمد أحمد مساعد ثاني أحمد قاسم حكم رابع لمباراة اليوم وفي غرفة الفار يتواجد الدول محمد قاسم ويساعد حيدر عدوان إذن على بركة الله تنطلق المباراة ما بين فريقي نادي القاسم اللي يضيف نادي أمانة بغداد وعودت أيضا فريق نادي القاسم لملعب الكوت الأولمبي بعدما بدأ مشواره خلال هذا الموسم في ملعب الكوت الأولمبي وبعد ذلك عاد إلى ملعب النجف اللعب مباراة واحدة في ملعب النجف ومن ثم أكمل مشواره في ملعب كربلا هو الملعب الافتراضي لفريق نادي القاسم ليعود من جديد إلى ملعب الكوت بعد الصيانة الأخيرة على ملعب كربلا فريق نادي أمانة بغداد اللي يلعب من اليمين لليسار بألوانه السوداء الكاملة بينما فريق نادي القاسم يلعب من اليسار لليمين بألوانه البيضاء الكاملة نذكر بتشكيل الفريق لمباراة اليوم وأكيد نبدأ من الفريق الضيف فريق أمانة بغداد لهذا اللقاء لعب السليم لحراسة المرمى المصري محمد عطوة وعبد الله دودو اللعب من الملجر تقي فلاح وليلات فلاح لخط الدفاع للوسط محمد وراهيم العاجف لوران ديدر علي خليل جاسم محمد كرار علي بري ولخط الهجوم يلعب بالكاميروني أرنست تيري هذه تشكيلة المدرب ثائر أحمد اللي يحاول من خلال المباراة الأولى لثائر أحمد مع فريق أمانة بغداد أن يحقق الثلاث مقاط على حساب ناد القاسم بينما أيمن الحكيم السوري مدرب ناد القاسم يبدأ لمباراة اليوم بأحمد شاكر لحراسة المرمى لخط الدفاع دينيس تشامبيزي كرار فالح حيدر ماجد حسين محسن وللوسط مرتبق الصاد الحارف حاتم ميسوكي اللاعب الغاني وأوديني جورج اللاعب النيجير محمد خالد للوسط وفلا عبد الكريم لخط الهجوم لتشكيلة طريق ناد القاسم هذا أيمن الحكيم مدرب السوري لناد القاسم ليحاول أن يبقي على حضور القاسم للموسم القادم أمانة بغداد في وضع صعب ناد القاسم في وضع صعب هذه الأنبياء تعاني في المراكز الأخيرة عملية الهجوم الآن أمانة بغداد لاخر منطقة الجزاء ناد القاسم ميسوكي ميسوكي أول محاولة لنادي القاسم على مرمى أمانة بغداد ميسوكي الغاني ميسوكي جيان هذا تقي فلاح كان واضح في الصورة وسام طالب قريب من ثائر أحمد مدرب اللي عاد فريق نادي أمانة بغداد لدور الكبار وقاد المرحلة الأولى ومن ثم تمت الاستعانة بالمدرب عباس عبويد وأيضا عباس عبويد غادر تدريب فريق نادي أمانة بغداد ويأتي الدور للمدرب ثائر أحمد المدرب القديم الجديد لفريق نادي أمانة بغداد ويبقى واحد من المدربين الكبار في دورينا ثائر أحمد هو عمل مستشار مع فريق أمانة بغداد مع وسام طالب وأيضا مع عباس عبويد لكن الآن يستعين فيه أمانة بغداد من خلال تدريب الفريق لهذه المبارد قرأة النقل الوسط قرأة تعود لدفاعات فريق نادي القاسم عملية الابعاد إلى خارج الملعب تبعاد إلى خارج أرضية الملعب هذا ميسوكي تقي فلاح مدافع اليسار القادم من نقطة الوسط طريق اللي يعاني في المركز الأخير بـ 15 نقطة وطريق نادي نقطة الوسط قريب جدا من مغادرة دوري نجوم العراق منذ تواجده في دوري الكبار موسم 2014-2015 عندما حقق لقب الدوري العراقي لكن هذا الموسم نقطة الوسط أحد الفرق قريبة من الهبوط قرأة عادت لدفاعات أمانة بغداد هذا عبدالله دودو لاعب من النيجر يلعب كرة الأمام قريبة لمنطقة الجزاء لمرمى ناد القاسم ليدافع أمان محاولة أمانة بغداد تعود الوسط نيسوكي لكن يخسرها نيسوكي لاعبي فريق أمانة بغداد عطوة يلعب كرة لجهة اليسار أقرب لتقي فلاح تقي ينطي كرة للوسط بري حاول أن نرد ترار على بري لكن يخسرها ترار على بري تعود من جديد فلاح عبد الكريم متراجع للوسط مرتضى قصاد ليل اللعب لجهة اليسار مرتضى قصاد فريق نادي القاسم عملية تغيير اللعب بعيدة مرة إلى خارج الملعب تصبح رمية جانب هذا هو ميسوكي عند هدف على أربيل والحدود والكهرباء والشرطة وعلى نفط الوسط والزوراء والنفط والحدود ميسوكي أكبر محاولات طريق نادي القاسم على مرمى عمالة فقدات رمية جانبية عملية الإبعاد إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب تصبح رمية جانبية لمصلحة فريق نادي أمانة بغداد ومن المدافع تشمفيزي اللاعب من الملاوي مع عملية الدفع وحتى نظرات يشير إلى استمرارية اللعب مع مطالبة لاعبي فريق أمانة بغداد عملية الهجوم الآن ممكن حارث حاتم من أمام التبعد الحارث إلى خارج الملعب عنده هدف رحيب على أربيب حارث حاتم من أمام التبعد إلى خارج الملعب هذا ميلاد فلاح ميلاد كبتن الفريق ومدافع يمين فريق نادي أمانة بغداد رمية جانبية لنادي القاسم حاكم المباراة لعيد التنفيذ للرمية الجانبية جولة 33 لدولة نجوم العراق عادت من جديد عجلة الدوران لدولة نجوم العراق بعد التوقف الدولي ومباريات منتخذنا للوطن ضمن التصفيات المؤهل للكلس العالم والأمم آسيا والعودة من جديد لدورينا عملية الهجوم الآن ميسوكي حاول أمور قريب مننا ميلاد أو تقي فلاح ميسوكي داخل منطقة الجزاء عملية الإبعاد عن طريق عبدالله دودو المحاولة تستمر الآن نادي القاسم عاكم المباراة يشير لإستمرار لعب فلاح عبد الكريم حاول من خلال هذه المحاولة جمهور نادي القاسم حاضر متواجد في ملعب لكيكي الأولم بالصلاة لكراح عبد الكريم إن شاء الله بالسلامة لكراح عبد الكريم يشكي من إصارة يعني نادي القاسم بدع مشواره على ملعب نادي الكوت لعب ست مباريات على ملعب نادي الكوت حقق سرع نقاط من ست مباريات على هذا الملعب بعد ذلك لعب مباراة وحيدة على ملعب النجف هذا من خلالها طريق نادي الكهرباء تعادر ثلاثة ثلاثة ومن ثم عاد إلى ملعب كربلاء وخاف تسع مباريات على ملعب كربية حققنا تسع نقاط فقط من تسعة مباريات بمعدل نقطة واحدة من كل مباراة تعادر ثلاثة 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 ومع الشركة ثلاثة ثلاثة خسر من نادي النجف واحد اثنين ليعود إلى ملعب الكوت وخاف مبارتين على ملعب الكوت وعاد من جديد إلى ملعب كربلاء والآن يعود إلى ملعب الكوت نحن طريق نادي القاسم من الفرق الرحالة في دورنا لا مستقر على ملعب خاص بذين نتمنى إن شاء الله أكمال ملعب بابل الدولي ليتسمى لأنديت بابل من كل مبارياته على ملعب بابل الدولي المشاريع المتوقفة منذ سنوات عديدة ملعب بابل الدولي لكن عندما اتواجد خريق نادي القاسم في دور الكبار موسم عشرين وواحد وعشرين يعني مبارياته قيمت على ملعب الكوتل مباريات نادي القاسم بدأ مشواره في دور الكبار موسم عشرين وواحد وعشرين هوت أهل موسم عشر وعشر لكن لم يكتمل دور الكبار بسبب جائحة برونا والغية الدوري لكن بدايته الفعلية خريق نادي القاسم كانت موسم عشرين وواحد وعشرين ومبارياته في بداية مشواره في دور الكبار كان على ملعب الكبار ثم انتقل إلى ملعب كربلا ليكون هو الملعب الخاص بخريق نادي القاسم ملعب الاحتراضي كرة تعود لأمانة بغداد التعادل يستمر سلبي بدون أهداف حتى الآن في الدقاق العشر الأولى من لقاء أمانة بغداد ونادي القاسم على ملعب الكوت الأولمبي عملية الإبعاد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح أمانة بغداد للجهة البعيد هذا دينيس تشامفيزي مدافع فريق نادي القاسم دينيس تشامفيزي يبعد الكرة إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لأمانة بغداد أعتقد نتيجة التعادل لم تكن مرضية للفريقين على اعتبار أن الفريقين بأمس الحاجة للثلاث نقاط سواء كان أمانة بغداد أو نادي القاسم الفريقين البحث على الثلاث نقاط نتيجة التعادل لا تلبي طموحات المدرب ثائر أحمد ولا طموحات المدرب أيمن الحكيم مدرب نادي القاسم لذلك على الفريقين يكون هناك عمل كبير من خلال هذا اللقاء ومن خلال المباريات المتبقية إذا ما أرادوا البقاء للموسم القادم إذا ما أرادوا البقاء للموسم القادم ستجة ولاس ستكون حاسمة لكل الفرق سواء كانت الفرق التي تقع في المراكز الأخيرة والفرق التي تقع في مقدمة الترتيب نتحدث عن الشرطة المتصدر وعن القوة الجوية صاحب المركز الثاني والزوراء صاحب المركز الثاني وهناك فرق أخرى تحاول أن تكون قريبة لمراكز الصدارة وفرق أخرى تحاول ابتحاد من المراكز الأخيرة وهذه الجولة بعض المباريات مباريات المراكز الأخيرة منها هذه المباراة منها مباراة نادي الكهرباء ونادي الكرخ التي تقام بنفس التوقيت لكن هذه المباراة انطلقت وتأخرت تقيبا نصف ساعة عن انطلاقة مباراة نادي الكرخ والكهرباء لدينا أيضا مباراة الميناء ونفط الوسط مباراة مهمة للفريقين نتحدث عن الفرق التي تلعب في المراكز الأكثر فرق تعود للوسط لأمانة بغداد عملية التغيير هناك على الطرف الأيمن تبقى المحاولة قريبا لمنطقة الجزاء لنادي أمانة بغداد يحاول أن يفاجئ نادي القاسم بهدف مبكر في هذا اللقاء هنا عن طريق الجانب الأيسر تلنقل داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة مرت إلى خارج الملعب بركلة نادي هذا كرار علي بري لعب يسرق واللعب ومثلها كرار علي بري هو واحد من الأسماء المهمة مع تشكيل طريق نادي أمانة بغداد ويظهر أماننا في الصورة أيضا لاعب الكاميروني أرنيست تيري عنده ثلاث أهداف أرنيست تيري لاعب الكاميروني سجل على نفط نيسان وعلى نوروز عذرا عنده هدفين أرنيست تيري فقط هدفين على نفط نيسان وعلى نوروز وراجل طريق نادي أمانة بغداد كرة عالة في منتصف عادت من جديد علي خليل حيئة كرة إلى كرار علي بري عادت لجهات اليسار لمصلحة فريق نادي أمانة بغداد علي خليل حاول يغير لعب علي خليل عنده هدف على القوة الجوية انتهت واحد واحد ما بين الفريقين هو الجوية وأمانة بغداد وهذه طبعا كانت آخر مباراة للمدرب وسام طالب كمدرب أول لفريق أمانة بغداد بعدها استلم المهمة عباس أبو كرة النقل جهة اليمين داخل منطقة الجزاء الشامبيزي مدافع قوة نادي القاس عملية الإبعاد من الشامبيزي إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لأمانة بغداد هذا هو تشامبيزي ميلاد ميلاد فلاح أيمن الحكيم كرار ميلاد كرار ميلاد جاسم يلاو الحكيم والعقل الأكبار أن تاء أحلى يلا جاسم يطلق عليه أبو العقل يلاك أيمن الحكيم وتاءر أحمد أبو العقل الحكمة والعقل موجودة في هذا اللقاء ما بين المدربين أيمن الحكيم وتاءر أحمد تاقي فلاح وواحد من أسماء الخبر تاقي وزاخو نبط الوسط يوم موجود مع الطريق نادي أمانة بغداد تاقي فلاح واحد من المدربين زيجين في دولنا وما الجفاء وخطأ لمصلحة طريق نادي أو القاس هذا حسين نحس واحد من أسماء الخبراء وبطاقة صفراء على أرنستيري بطاقة صفراء أولى في هذا اللقاء على أرنستيري الكاميروني أرنستيري لقى بطاقة صفراء من قبل حكم المباراة محمد صادق مع وجود خطأ لمصلحة نادي القاسم سودي سورة أمام سودي العاصمة سودي سورة أمام سودي العاصمة في هذا اللقاء ولمن يحسم اللقاء ونقاط المباراة هل ستذهب لفريق نادي القاسم أم لأمانة بغداد الخسارة ستقلل من حضوظ الفريقين إذا ما خسر أحد الفريقين ستقلل من حضوظ للبقاء للموسم القادم سواء كان أمانة بغداد أو نادي القاسم لأن أمانة بغداد في حال تحقيق الانتصار على نادي القاسم سيتقدم إلى المركز الثامن عشر بدلا من نادي القاسم يرفع رصيدة إلى 26 نقطة ونادي القاسم يبقى 25 نقطة لكن نادي القاسم يحاول إبتعاد من أمانة بغداد ويصل بنفس الرصيد من النقاط مع نفط البصرة اللي تنتظره مباراة مهمة يوم غد نفط البصرة أمام القوة الجوية يعني الفرق الأربعة جميحها مهددة بالهبوط يعني وتقسيمة الدوري أن صاحب المركز السابع عشر يلعب مع صاحب المركز الثامن عشر في مباريات البلاي أوف والفائز من الفريقين يبقى في دوري نجوم العراق والخاسر من صاحب المركز السابع عشر والثامن عشر يلعب مع ثالث الدوري الممتاز العراقي عملية الهجوم ميسوكي ممكن نادي القاسم داخل منطقة الجزاء خطيرة ممكن شاهد هدف مبكر في هذا اللقاء لكن عملية الإبعاد من قبل دفاعات أمانة بغداد وأرنيستيري عاول مزاحمة لاعبي فريق نادي القاسم وهنا حكم المباراة يوقف اللعب يبدو لي أشار لوجود خطأ حدث عن الفرق الأربعة الموجودة في آخر الترتيب لدوري نجوم العراق نفط البصرة وناد القاسم وبغداد ونفط الوسط يعني صاحب المركز 19 وصاحب المركز 20 مباشرة الهبوط إلى الدوري الممتاز العراق بينما صاحب المركز السابع عشر والمركز الثامن عشر يلعبون فيما بينهم والفائز يبقى في دوري نجوم العراق والخاسر يلعب مباراة البلاي أوف مع ثالث دوري الممتاز العراق ثالث الدوري الممتاز العراقي والفائز يتأهل إلى دوري نجوم العراق والخاسر يبقى في الدوري الممتاز عملية الهجوم حسين محسن من أمامه تمر إلى خارج الملعب يعني عملية معقدة صعبة صعبة جدا على الفرق التي تقع في المراكز معقدة جدا فرق التي تقع في المراكز الأخيرة هذا التقي فلاح على التنفيذ للرمية الجانبية تنتظر الفريقين مباريات مهمة عدا هذه المباراة نتحدث عن مباريات نادي القاسر خارج ملعبه سيواجه نادي نفط البصرة وفي ملعبه سيقابل نفط الوسط على ملعب نادي الكوت ويلعب أمامه الطلبة في العاصمة بغداد وأمام القوة الجوية على ملعب الكوت ومن ثم يقابل نادي كربلا وأعتقد المباراة أيضا يقابل من خلاله فريق كربلا على ملعب الكوت لأن كربلا أيضا هو الآخر يتخذ ملعب الكوت ملعب افتراضي له بعد الإدامة الأخيرة على ملعب نادي كربلا ميلاد عملية الإبعاد والحارث يسدد لكن بعيدة كرة الحارث بينما مباريات أمانة بغداد سيلعب أمام الكهرباء مباراة القادمة ورح تكون في العاصمة بغداد وأمام القوة الجوية أيضا في العاصمة بغداد وأمام كربلا خارج العاصمة بغداد وأمام نفط الوسط خارج العاصمة بغداد وآخر مباراة ستكون أمام النفط داخل العاصمة بغداد ركلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد تنفذ ركلة المرمى من الحارس عبد السليم كرة تمر إلى خارج الملعب تصبح رمية جانبية لصالح نادر القاسم رمية جانبية لصالح نادر القاسم تنفذ رمية جانبية ميسوكي عملية تمرير من ميسوكي قصاد يجوهم الآن ممكن الآن داخل منطقة الجزاء خطيرة 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 ضاعت ضاعت على نادر القاسم فرصة ثمينة لنادر القاسم لافتتاع التجيل فلاح فلاح لم يفلح بتجيل هدف أول لنادر القاسم في مرمى أمانة بغداد فرصة ثمينة أمام مدافع فريق نادي أمانة بغداد محمد عطوى اللاعب المصري لاحظ الإعادة أعتقد ما كان متسلل ما كان متسلل فلاح عبد الكريم فلاح عبد الكريم غير متسلل لأن التغطية كانت موجودة عن طريق مدافع اليسار تقي فلاح وفرصة للتجيل تضيع على ناد القاسم فرصة للتجيل تضيع على ناد القاسم بفرصة ممكن سيندم لاعب فلاح عبد الكريم وناد القاسم على ضير هذه الفرصة إذا ما سجل فريق أمانة بغداد وإذا ما انتصر أمانة بغداد وما يفعله أمانة بغداد من خلال الدقائق القادمة للشوط الأول وأيضا في الشوط الثاني إذن فرصة التجيل تضيع على فريق نادر القاسم أول فرصة ضاعت على اللاعب ميسوكي والثانية من فلا عبد الكريم فلا عبد الكريم يضيع فرصة على فريق القاسم لافتتاع التجيل عادت للوسط فلورانت ديدر لاعب العاجي فلورانت غير الرعب لاعب اللي سبقه هو اللعب لنفط الوسط فلورانت ديدر عملية تغيير اللعب هناك على الطرف الأيمن جاسم محمد جاسم يعيدة للوسط كرة لازالت بحوزة لاعبي أمانة بغداد عملية التغيير عن طريق الجانب الأيسر علي خليل قادم من الميناء علي خليل حاول نقل كرة داخل منطقة الجزاء سبقه اللعب للطلبة علي خليل مر إلى خارج الملعب لتصبح ركلة ركنية لصالح نادي أمانة بغداد ركلة ركنية لأمانة بغداد هذا علي خليل علي خليل حارس أحمد شاكر سبب مشكلة التأخير عن هذه المباراة إذا الركنية لأمانة بغداد محمد إبراهيم على تنفيذ الركنية محمد إبراهيم لاعب الوسط لأمانة بغداد داخل منطقة الجزاء لنادي القاسم يدافع بأكثر من لاعب هنا عطوة يحاول يحكي كرة داخل منطقة الجزاء لأمانة بغداد ممكن علي خليل علي خليل يحاول إيجاد المساحة للتمريض قلها داخل منطقة الجزاء نادي القاسم عملية الإبعاد محمد عطوة تعود للوسط الآن ديدر لورنت لتعود من جديد حتى مدافعي نادي أمانة بغداد والتقدم للأمام عيده إلى فلورنت ديدر فلورنت ديدر لعب الوسط لفريق نادي أمانة بغداد الحارث حاتم يحاول يمر يقل كرة إلى جهة اليسار ميسوكي اللي انتقل على جهة اليسار اللاعب الغاني ميسوكي جيان ميسوكي تعود لنادي القاسم ميسوكي عملية تمرير ما بين لاعبي فريق نادي القاسم محمد خالد لكن يخسر الكرة محمد خالد تعود لفلورنت ديدر قلها لأمان فلورنت ديدر عملية الهجوم الآن بعض الشيء الآن يتحرك لاعبي الفريقين نحو المرمى نحو التشجيل شاهدنا فرصة ضاعت على فريق نادي القاسم وفريق نادي أمانة بغداد يحاول أن يصل إلى هدف من خلال هذه اللحظات على الفريقين راح يكون عمل كبير من خلال الجولات المتبكة تقي فلاح اللي دائما يتقدم عن طريق الجانب اليسار يعكس كرة داخل منطقة الجزاء الحارس بمبدأ السلامة أحمد شاكر حارس المرمى لفريق نادي القاسم الحارس حاتم يفتك الكرة بشكل ممتاز الحارس حاتم ينقل كرة الوسط الحارس عملية الهجوم الآن نادي القاسم ممكن أسود سورة واجهة أسود العاصم أمانة بغداد سين محسن ميسوك عملية التغيير محمد خالد كرة يتناقل لعبي فريق نادي القاسم قصاد سدد على المرمى مرتبى قصاد لكن سهلة تصل لحارس المرمى لأمانة بغداد عبد السني مواضح في الصورة أحمد شاكر هارس المرمى لفريق نادي القاسم هذا ميسوك الله يعيني اللاعبين على هذه الأجواء وارتفاع درجات الحرارة ووقت صعب جدا لتلعب كرة القدم في درجة حرارة تصل إلى خمسين درجة مئوية نصف الغليان خمسين درجة مئوية مشكلة كبيرة تواجه اللاعبين يكون صعوبة التنفس الحركة المردود البدني لللاعبين كرة تبعد إلى خارج الملعب رمية جانبية حارث حاتم لاعب وجناح أيسر فريق نادي القاسم كرة عادت من جديد لنادي القاسم أقرب لمدافع النادي القاسم أوديني جورج لاحظ هنا الإعادة والفرصة الثمينة لفريق نادي القاسم اللي أضاحها بغرابة فلا عبد الكريم أضاحها بغرابة فلا عبد الكريم عنده هدف وحيد على نادي الحدود يضيع فرصة تجيل هدف أول لنادي القاسم ضاعت فرصة نادي القاسم كرار علي بري للوسط إلى فلوران ديدر تقف فلا إلى كرار علي بري لكن قصيرة على كرار علي بري عادت لخط الوسط مرتضى حاول غير لعب مرتضى قصار عيدها إلى تشامبيزي دينيس تشامبيزي سين مدافع اليمين حسين محسن فلا عبد الكريم يحاول الضغط على مدافعي أمانة بغداد بعاد من عطوة تعود للوسط فلوران ديدر يحاول يمر اللاعب العاجي يلعب كرة أمامي فلوران إلى علي خليل علي خليل لكن طالت على علي خليل أقرب لمدافعي فريق نادي القاسم استخلاص ممتاز عن طريق خط الدفاع لفريق نادي القاسم عملية تغيير اللعب هناك عالطلب للأيسر أقرب لحيدر ماجد حارث للوسط إلى محمد خالد حكى نظرات محمد صادق قريب لوران ديدر عائدة للمدافع عبدالله دودو اللاعب من النيجر قلب الدفاع لفريق نادي أمانة بغداد كرة عالية من عبد السليم عبد السليم أرنيس تيري جهة اليمين أمانة بغداد عائدة للوسط لاحظ في بعض الفترات نشاهد محاولات الفريقين على المرمى رغم قلتها لكن شكلت خطورة خصوصا محاولتين لفريق نادي القاسم نادي أمانة بغداد يريد أن يشكل خطورة على مرمى فريق نادي القاسم من وصول إلى هدف تقدم خلال هذا اللقاء لكن في أغلب الأحيان نشاهد كرات محصورة في منتصف الملعب ما بيه اللاعب الفريقي هذا عبد الله دودو يرتكب خطأ لاعب ومدافع أمانة بغداد ينفذ الخطأ ميسوكي سين محسن نادي القاسم كرار فالح كرة طويلة أمامية لمصلحة فريق نادي القاسم داخل منطقة الجزاء ممكن الآن محمد خالد لكن من أمامه تبعد محمد خالد أعتقد هناك رائع أعتقد هناك رائع على محمد خالد رائع على محمد خالد هذا التأني من المساعد الأول مقداد عقيل يعني انتظر نهاية الهجمة بعد ذلك أشار لوجود حالة تسلل لاحظ هنا الإعادة وحالة التسلل على محمد خالد اللي كان داخل منطقة الجزاء وكان قريب منه طبعا تقي فلاح وأطاح بالكرة بعيدة عن المرمى وهنا حكم الأمورات محمد صادق دقيقة التبريد لللاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة طبعا ست لقاءات جمعة الفريقين ما بين نادر قاسم وأمانة بغداد واحدة منها كانت في دوري الدرجة الأولى عندما كان الفريقين يلعبون في دوري الدرجة الأولى هذا كان موسم 2004-2005 فاز نادر أمانة بغداد بهدف إلى شيء والهدف سجل عن طريق اللاعب هاني حسن لاحظ درجة الحرارة 49 درجة مئوية يعني 50 درجة تائر أحمد مدرب الخبرة عند ثلاث ألقاب لقبين مع أربيل ولقب مع الطلبة واحد من المدربين المميزين في دورينا لكن هو ابتعد فترة طويلة عن التدريب ثم استعانت إدارة فريق نادي أمانة بغداد بخبرات هذا المدرب ليكون مستشار فني مع المدربين لكن بعد مغادرة عباس عبويد الآن أنيطة المهمة لثار أحمد على أمل أن يبقي فريق نادي أمانة بغداد للموسم القادم هذا جاسم محمد اللاعب القادم من أربيل مثل الزوراء طبعا مثل النفط أربيل جاسم محمد تحدثنا ست لقاءات جمعة الفريقين واحد من اللقاءات كان في دوري الدرجة الأولى القاسم فاز في ثلاثة وأمانة بغداد فاز في ثنين وتعادل وحيد كان هو سيد الموقف في مباراة وحيدة تعادل من خلال الفريقين بدون أهداف ولحد الآن النتيجة بدون أهداف ما بين الفريقين نذكر في مباراة الإياب اللي انتهت بهدف لنادي القاسم اللي أقيمت على ملعب أمانة بغداد وفاز نادي القاسم بهدف لا شيء وسجل الهدف بالخطأ عن طريق المدافع أيمن رزيج وعلى فكرة مباراة أمانة بغداد ونادي القاسم كانت هي افتتاح لدوري نجوم العراق أول مباراة في دوري نجوم العراق كانت مباراة الافتتاح فاز نادي القاسم بهدف لا شيء يوم نادي القاسم كان المدرب شاسف سلطان هو المدرب لفريق نادي القاسم ووسام طالب هو المدرب لفريق نادي أمانة تغيرت الأسماء وتغيرت اللاعبين اللي كانوا موجودين في مباراة الذهاب والافتتاح لدوري نجوم العراق اليوم بعض الأسماء وكثير من الأسماء تغيرت عن التشكيلة اللي لعبوا الفريقين في مباراة الافتتاح كرة عالية للمنتصف عملية الإبعاد من دفاعات نادي القاسم عودة لأجواء المباراة والشوط الأول والتعادل السلبي بدون أهداف في شوط لحد الآن من خلال الدقائق اللي مرت دون الوصف دون الوصف كرة تمر إلى خارج الملعب تقي فلاح وأمانة بغداد يبحث عن الأفراح يبحث عن النقاط يبحث عن منطعش نقطة من ست مباريات منطعش نقطة ممكن أن تبعد وتبقي فريق أمانة بغداد في دور نجوم العراق منطعش نقطة ممكن أن تبقي فريق نادي القاسم في دور نجوم العراق لكن في ظل المباريات المتبقية للفريقين أعتقد الأمر صعب جدا على نادي القاسم وعلى نادي أمانة بغداد لأنه لو تلاحظ فريق نادي القاسم عنده مبارتين من العيار الثقيل أمام الطلبة وأمام القوة الجوي بينما فريق نادي أمانة بغداد أيضا عنده مباراة واحدة أمام القوة الجوية يعني الأمر صعب وعنده مع فرق جيدة نتحدث عن الكهرباء وعن كربلا وعن النف هذه الفرق يجيوا ملان لنادي أمانة بغداد ميلاد فلاح داخل منطقة الجزاء خطيرة على مرمى نادي القاسم تصل سهلة لحارس المرمى أحمد شاكر أحمد شاكر حارس المرمى لنادي القاسم للوسط فلاح عبد الكريم حاول يمر بينه وبين المدافع عبد الله دودو مدافع فريق نادي أمانة بغداد فلاح عبد الكريم المباراة السابعة لنادي القاسم على ملعب الكوت المباراة السابعة لنادي القاسم على ملعب الكوت تسع مباراة على ملعب كيرفلا مباراة وحيدة على ملعب النجف اليوم يعود من جديد إلى ملعب الكوت يعني ملعب الكوت حقق سبع نقاط من ست مباراة حقق ست نقاط من تسع مباراة على ملعب كيرفلا وعلى ملعب النجف حقق نقطة وحيدة كرة النقل الوسط لمصلحة فريق نادي القاسم هناك دفع حاكل المباراة يشير إلى وجود ركلة حرة لصالح نادي القاسم ركلة حرة مباشرة لصالح نادي القاسم من منتصف الملعب ركلة حرة لاحظ علي خليل يرتكب خطأ مع وجود ركلة حرة فلاح عبد الكريم اللي كان فيه صراع مع عبد الله دودو لكن مباراة في هذه الحالة لم يشير لي خطأ عملية الهجوم الآن لنادي القاسم عادت للوسط فلورانت ديدر إلى تقي فلاح يلحق بالكرة تقي ينقل الكرة الوسط تقي لكن عادت إلى جورج جورج هديني جورج اللاعب النيجيري اللاعب الوسط لفريق نادي القاسم عطوة محمد عطوة أمامية من المصري محمد عطوة فرحون المصري موجود مع أمانة بغداد محمد عطوة للوسط أودي نيجورج أيمن الحكيم يريد أن يضع نادي القاسم أيمن الحكيم في المكان السليم ويبقيه للموسم القادم مر على فريق نادي القاسم عدة مدربين شاصر سلطان على عبد الجبار اليوم أيمن الحكيم الأسماء اللي مرت على فريق نادي القاسم خلال هذا الموسم كرة لخطأ لنادي القاسم كثرة الصافرة من حكم المباراة محمد صادق ركلة حرة ملعب الكوت من الملاعب الجميلة اللي تم إنشاءها حديثا وبالتالي ملعب الكوت يعني أغلب الفرق استعانت بهذا الملعب في بداية المشوار لسبب الصيانة الموجودة في عدة ملاعب خصوصا في العاصمة بغداد ملعب الشعب ملعب المدينة الدولي وحتى ملعب الكرخ أيضا وجريت عليه بعض الصيانة وبالتالي العديد من الأندية البغدادية استخدمت هذا الملعب نتحدث عن القوة الجوية نتحدث عن الحدود نتحدث عن الكرخ الفرق اللي استعانت بملعب الكوت الأولمبي بينما أيضا فريق نادي كربلا ونادي القاسم وبالإضافة إلى نفط ميسان أيضا كانت هناك إدامة على ملعب ميسان الدولي واستعان نفط ميسان بملعب الكوت الأولمبي لمسافة ما بين الكوت وميسان لذلك أيضا نفط ميسان استعان عدة مباريات في ملعب الكوت الأولمبي هذا الملعب شهد يعني عدة مباريات في دوري نجوم العراق وإن شاء الله يستغل هذا الملعب خير استغلال في دورينا للمواسم القادمة لكن تبقى جماهير الكوت تترقب ومنذ سنوات طويلة ما يقارب أكثر من عشرين عام ونادي الكوت بعيد عن دوري الكبار لذلك تترقب جماهير الكوت عودة ناد الكوت أو أحد الأنبياء اللي يتمثل محافظة واصل نتمنى نتمنى فرق المحافظات الفرق الجماهيرية تكون إليها حضور في دوري الكبار ركلة مرمى لصالح أمانة بغداد حارس عبد السليم تنفذ ركلة المرمى محمد عطوة كرة أمامية من عطوة حسين محسن تركه إلى خارج الملعب من أمام جاسم محمد تغيير في مراكز اللاعبين علي خليل أصبح يلعب على جهة اليمين وجاسم محمد أصبح يلعب على جهة اليسار يغير المدرب سائر أحمد في مراكز اللاعبين بالنسبة لفريق أمانة بغداد هذا ميسوكي بينما يظهر فيوران ديدر الهاجي لاعب الوسط لفريق نادي أمانة بغداد فيوران ديدر عنده ثلاث أهداف على نوروز والنجف والميناء لوران ديدر حديث ما بين حكم اللقاء محمد صادق ومدرب ناد القاسم أيمن الحكيم تقي فلاح رمية جانبية لصالح أمانة بغداد تنفذ الرمية جانبية أقرب لكرارة على بري لا وجود لي خطأ قصاد للحارث حارث حاتم يلحق بالكرة قريب منها علي خليل مر حلوة للي الحارث حاتم بالمهارة مر حارث حاول ينطلق لأمام الحارث حاتم سبق وانمثل طبعا الطلب ونوروز الحارث حاتم يعود إلى فريق السابق ناد القاسم الحارث حاتم هذا ميلاد يرتكب خطأ مع وجود ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق ناد القاسم هذا هو الحارث حاتم تدخل من ميلاد فلاح مع وجود ركلة حرة لمصلحة فريق ناد القاسم ينفذ الخطأ كرار فالح كرار فالح ينقل كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة على مرمى أمارة بغداد عملية الإبعاد مع تراجع علي خليل تعود للوسط لمصلحة فريق ناد القاسم عادة لناد القاسم تنقل الأمام عملية الارتداد السريع لكن هنا حكا المبارات يشير إلى وجود خطأ خطأ ركلة حرة هنا الإعادة مع وجود خطأ ركلة حرة لمصلحة أمانة بغداد هنا محمد خالد لاعب ومهاجم ناد القاسم ركلة حرة عطوة محمد عطوة يلعب كرة الأمام فعالية الهجومية لفريق أمانة بغداد معدومة تماما وعدم وجود خطورة تذكر لفريق أمانة بغداد على مرمى ناد القاسم بعيدين جدا لاعبي ومهاجمي فريق أمانة بغداد عن مرمى ناد القاسم والحارس أحمد شاكر كرة عالية الأمام عملية الإبعاد ميسوكي حاول يمر ميسوكي قريب منه تقفلا ميسوكي هل يمر الغاني الغاني ممكن يمر ميسوكي بينه وبينتقي ميسوكي حاول يحكي كرة داخل منطقة الجزاء لأمانة بغداد مر ميسوكي بهذه الطريقة ويلعبها بشكل خاطئ ميسوكي بعيد عن لاعبي ناد القاسم وأيضا لاعبي ناد أمانة بغداد تصبح رمية جانبية من الجهة البعيد هذا الحارس حاتم رمية جانبية لأمانة بغداد نلعب في الدقاق الأربعة الأخيرة المهمة صعبة صعبة جدا على أبو العقد صعبة جدا على ثائر أحمد يريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه لفريق بغداد طبعا ثائر أحمد يريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما تبقى من المباريات حتى ولو تطلب الأمر يلعب مباريات البلاي أوف يلعب مباريات البلاي أوف طموحه حتى وإن كان لعب مباريات البلاي أوف ممكن أن تبقيه للموسم القادم كرة تعود للوسط كرار علي بري ينقل كرة للخلف كرار عملية رجوم الآن علي خليل تدخل من حسين محسن مدافع اليمين اللي يلعب أمام منطقة الجزاء اللي مرمى فريق ناد القاسم فلا عبد الكريم فلاح للحارث قريب مننا ميسوك ميسوك جيان للوسط إلى أوديني جورج حاول يمر النيجيري لكن يخسرها أوديني تعود لمصلحة فريق نادي أمانة بغداد عملية تمرير الأمام لكن بعيدة عن علي خليل إلى خارج الملعب تصبح رمية جانبية لصالح نادي القاسم هذا هو علي خليل كرار فالح للوسط سين محسن عيدها للخلف إلى أوديني جورج أمامية من أوديني جورج قريبة لمنطقة الجزاء هنا تدخل ومحمد خالد خطأ لمصلحة فريق نادي القاسم ركلة حرة لنادي القاسم محمد خالد ركلة حرة لصالح نادي القاسم ميلاد هذا وسام طالب هو اللي قاد الفريق أعاد الفريق لدوري نجوم العراق وقاد الفريق لغاية مباراة نادي القوة الجوية بعدها عمل كمساعد مع عباس عبويد بالإضافة إلى الكبتن حبيب جعفر غادر طبعا حبيب وغادر عباس عبويد الآن وسام طالب وخلدون إبراهيم مع الإبقاء على مدرب الحراس إبراهيم سالم حارس الخبرة الدول السابق إبراهيم سالم كمدربا لحراس مرمى فريق نادي أمانة بغداد خطرك لحرة نلعب في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول للقاء نادي القاسم وأمانة بغداد لحساب الجولة الثالثة والثلاثين لدوري نجوم العراق تعادل يستمر بدون أهداف حتى الآن ما بين الفريقين تعادل قائم بدون أهداف حتى الآن ما بين الفريقين والتعادل لا يلبي طموحات الفريقين كرة داخل منطقة الجزاء نادي القاسم عملية الإبعاد من لاعبي أمانة بغداد لا وجود للاعب من أمانة بغداد في منتصف أو قريب لمرمى فريق نادي القاسم كل لاعبي أمانة بغداد متراجعين عملية تمرير طالت على حسين محسن رمية جانبية تصبح لصالح نادي أمانة بغداد هذا التقي فلاح كل مباريات الفريقين الخمسة المتبقية وهذه المباراة طبعا راح تكون صعب راح تكون صعب وفي ظل هذا الأداء وفي ظل ما يحصل للفريقين لأمور تبدو لي صعبة جدا على الفريقين صعبة جدا على الفريقين ننتظر قادم الجولات ننتظر قادم المباريات ننتظر الشوط الثاني لهذا اللقاء إذن حكم المباراة محمد صادق يعلن عن دقيقتين وقت محتسب بدأ الضاع للشوط الأول للقاء نادي أمانة بغداد ونادي القاسم والتعادل قائم بدون أداء كرة عادة من حسين محسن إلى كرار فالح يلعب كرة أمامية كرار البحث عن فلا عبد الكريم وميسوكي وبالإضافة إلى محمد ماجد خط الهجوم لفريق نادي القاسم محمد خالد كرة أمامية تصل لحارس المرمى لنادي أمانة بغداد عبد السليم عبد السليم والفريقين في موقف غير سليم في جدول الترتيب لدور نجوم العراق كرة عالي لأمام عملية الإبعاد الحارس هل يلحق بالكرة الحارس؟ بالفعل يلحق بالكرة الحارس؟ قلل الوسط الحارس إلى فلا عبد الكريم يتراجع الوسط إلى محمد خالد محمد في وسط ثلاث لاعبين لمدافعي فريق أمانة بغداد محمد خالد لذلك يجد صعوبة قصر القامة لمحمد خالد تمكن لاعبي ومدافعي فريق أمانة بغداد لاعبين طوال القامة نتحدث عن لاعب محمد عطوى المصري وعن عبد الله دودو لاعب من النيجر يعني قلبي الدفاع لفريق أمانة بغداد طوال القامة لكن محمد خالد قصر القامة يصعب المهمة على محمد خالد خصوصا في الكرات العالية عبد الله دودو أمامية قريبة لمنطقة الجزاء مرت من أمام جاسم محمد إلى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح أمانة بغداد من الجهة البعيد ميلاد ما أعتقد راح يكون ميلاد هدف في هذا اللقاء أو خصوصا في الشوط الأول أيمن الحكيم من وضع الجلوس إذن في هذه الأثناء أحبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي حكم اللقاء عمد صادق يطلق الصافر الإعلام عن نهات الشوط الأول للقاء نادي القاسم وضيفه نادي أمانة بغداد لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل بدون أهداف ما بين الفريقين في شوط دون الوسط ما بين الفريقين ينتهي بالتعادل أحبتي استراحة قصيرة ثم العودة وإياكم لتكملة وقاع الشوط الثاني لهذا اليقين من جديد أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الرياضية العراقية وقنوات شبكة الإعلام العراقي لمجريات الشوط الثاني لقاء أمانة بغداد ونادي القاسم من اللي تركنا الشوط الأول ينتهي بنتيجة التعادل بدون أهداف الآن أمانة بغداد بدأ يلعب من اليسار لليمين وفريق نادي القاسم يلعب من اليمين لليسار وتغيير أول أجراه المدرب لنادي أمانة بغداد سائر أحمد بدخول رضا فاضل في هذه الأثناء كأول تغيير بالنسبة لفريق أمانة بغداد على مستوى الخط الهجومي بعد ما كان خط هجوم فريق أمانة بغداد غير فعال بشكل كامل من خلال الشوط الأول لذلك رضا فاضل بديلا للعب أرنيست تيري تغيير أول هذا علي خليل بينما فريق نادي القاسم دخل إلى الشوط الثاني بنفس الأسماء اللي كانت موجودة في الشوط الأول بتواجد أحمد شاكر دينيس التشامبيزي كرار فالح حيدر ماجد حسين محسن مرتضى قصاد الحارس حاتم أوديني جورج وميسوكي محمد خالد فلاح عبد الكريم بينما أصبحت تشكيلة فريق نادي أمانة بغداد عبد السليم محمد عطوى عبدالله دودو ميلاد فلاح تقي فلاح محمد إبراهيم فلوران ديدر علي خليل جاسم محمد كرار علي بري وريضا فاضل ريضا اللي دخل بديل لأرنستير رمية جانبية إذن هذا ميسوكي لحد الآن لم يظهر بالشكل المطلوب أضع فرصة من خلال الشوط الأول هذا تقي فلاح مدافع اليسار لفريق أمانة بغداد على التنفيذ للرمية الجانبية تنفذ إلى محمد عطوى عطوى إلى عبدالله دودو لاعب من النيجر عيدة لحارس المرمى عبد السليم أكيد كان حديث طويل لمدربي الفريقين حول آلية والشوط الأول والأداء اللي كان غير مرضي أكيد لذلك كان حديث طويل للمدرب ثائر أحمد ولمدرب فريق نادر القاسم السوري أيمن الحكيم حول الشوط الثاني والعب الكبير هذا الحارس بيانوبيان ميلاد حارس حاتم حاول أمر قريب مننا ميلاد فلاح المحاولة تستمر حارس عيدها لقصاد يسدد على المرمى مرتضى قصاد بعد من دفاعات فريق نادي أمانة بغداد محمد خالد حاول مرور محمد خالد يحصل على خطأ مع وجود ركلة حرة لمصلحة فريق نادي القاسم هذا كرار علي بري ركلة حرة النيجيري أوديني جورج لاحظ الإعادة والمرور اللي كان عن طريق اللاعب محمد خالد والعرقل اللي كانت عن طريق اللاعب علي خليل على أثره حكم اللي قام محمد صادق أشار لوجود خطأ لمصلحة فريق نادي القاسم نادي القاسم والبحث عن نقاط المباراة ركلة حرة لنادي القاسم يحاول أن يصل إلى هدف مبكر في بداية الشوط الثاني عملية الابعاد من محمد عطوة سين محسن اللي دائما يتقدم الأمام مدافع اليمين لفريق نادي القاسم لكن مرت إلى خارج الملعب اللي تصبح رمية جانبية لصالح نادي القاسم من الجهة البعيد هذا النيجيري أوديني جورج أيمن الحكيم مدرب نادي القاسم رمية جانبية أوديني جورج على التنفيذ الرمية الجانبية داخل منطقة الجزاء على طريقة الركنية المحاولة لنادي القاسم هناك خطأ لصالح أمانة بغدار ركلة حرة لأمانة بغدار محمد إبراهيم يحصل على خطأ محمد إبراهيم ركلة حرة هذا التعادل يبقى الفريقين بنفس المراكز فقط نادي القاسم يرفع رصيدة إلى 26 نقطة يبقى في المركز الثامن عشر وبغداد يرفع رصيدة إلى 24 نقطة يبقى في المركز التاسع عشر ونذكر بأن التعادل لا يلبي طموحات الفريق التعادل غير مرضي للفريقين حكم اللقاء محمد صادق يشير إلى وجود خطأ لمصلحة نادي القاسم لاحظ الإعادة وكانت مطالبة من رضا طاضل بوجود خطأ لكن حكم المباراة تشارد إسمارية اللعب والخطأ لصالح نادي القاسم رضا فاضل طبعا القادم من نادي كربلاء لنادي أمانة بغداد في فترة الانتقالات الشتوية هذا جاسم محمد ينقل كرة أمامية قريبة لمنطقة الجزاء كرار فالع عملية الإبعاد عادت لكرار علي بري بري حاول يمر ينقل كرة داخل منطقة الجزاء لكن بعيد بعيدة إلى خارج الملعب لركلة مرمى لصالح نادي القاسم علي خليل كرار علي بري نادي القاسم فاس في ست مباريات تعادل في عشرة وخسر في ستعش مبارات ومسجل ثلاثة وثلاثين هدف وعلي ثمانية واربعين هدف يعد أضعب خط دفاع في دورينا مع أندية نفط الوسط والميناء بالإضافة إلى بغداد أيضاً خط الدفاع ليس بالمستوى المطلوب بغداد اللي فاس فيه أربع مباريات تعادل في 11 وخسر في 17 مباراة لكن أكثر فريق تعرض للخسارة هو نادي نفط الوسط ب19 خسار وأقل الفرق تحقيقاً للفوز هو أيضاً نفط الوسط بانتصار وحيد وأقل الفرق تشجيلاً للأهداف فقط 17 هدف لفريق نفط الوسط يعني أرقام صعبة جداً على فريق حامل اللقب حامل اللقب موسم 2014-2015 نفط الوسط عن دليب الفرات ركلة حرة لأمانة بغداد نترك الأرقام ونعود لأجواء المباراة والتعادل السلبي يستمر ما بين الفريقين أمانة بغداد وناد القاسم علي خليل حارس المرمى أحمد شاكر ركلة حرة مباشرة أمانة بغداد ممكن الكرات الثالثة تكون هي الحل لأحد الفريقين في هذا اللقاء علي خليل المرمى والحارس أحمد شاكر والحارس أحمد شاكر حارس المرمى لناد القاسم المحاولة مستمرة كرار علي بري وحيدر ماجد عملية الإبعاد من قبل دفاعات ناد القاسم إلى خارج الملعب لرمية جانب بالسلامة لكرار علي بري بالسلامة لكرار علي بري محاولة كانت جيدة من علي خليل سدد بالمباشر على المرمى حارس المرمى ما كان متوقع أن يكون التزديد بالمباشر على المرمى لذلك أبعدها بمبدأ السلامة بعد ذلك استمرت محاولة أمانة بغداد على مرمى ناد القاسم وبعد ذلك جاء الإبعاد عن طريق المدافعين لناد القاسم ولاحظ الصراع اللي كان ما بين اللاعب كرار علي بري ومدافع فريق ناد القاسم حيدر ماجد إن شاء الله بالسلامة لكرار علي بري هذا عبدالله كريم دودو اللاعب من النيجر مدافع فريق نادي أمانة بغداد حارس حاتم اللاعب اللي دائما تجد الحل الفردي مع الحارس حاتم حلول الفردية وهذا جمهور لناد القاسم حاضر في ملعب الكوت يعني هذا الجمهور تحمل عناء كبير ترحال خلف الفريق يعني حتى إن كانت المباريات هي لحساب ناد القاسم فهو تجد جمهور ناد القاسم يرحل خلف الفريق سواء كان المباريات على ملعب كربلا في بغداد في الجنوب في الشمال جمهور ناد القاسم العاشق للفريق سود سورة إن شاء الله بالسلامة لكرار علي بري السنوات طويلة للعملة أحد الإداريين مع فريق نادي أمانة بغداد وعمل الكبير العزيز عماد رمية جانبية تنفذ تنقل الأمام ناد القاسم عملية الإبعاد من دودو إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لناد القاسم من الجهة البعيد رمية جانبية لناد القاسم من الجهة البعيد أعتقد المدرب أيمان الحكيم سيفكر في التغيير سيفكر في التغيير من خلال الدقاءة القادمة مع تشكيل فريق نادي القاسم رمية جانبية إذن لمصلحة نادي القاسم داخل منطقة الجهة البعيد يريدون للوصول إلى هدف تقدم فريق نادي القاسم جاسم عملية اللف والدوران إلى كرار علي بري علي خليل طالت علي علي خليل تصل لتقي فلاح مدافع اليسار عالية من تقي لكن بعيدة إلى خارج الملعب بعيدة إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي القاسم رمية جانبية لصالح نادي القاسم أقرب لميسوك فلاح عبد الكريم عودة للدفاعات شامبيزي تركها إلى حيدر ماجد مدافع اليسار كرة طويلة من حيدر ماجد قريب إلى منطقة جزاء نادي أمانة بغداد ممكن حاملية الإبعاد من دودو جاسم دفع موجود ركلة حرة لمصلحة فريق نادي القاسم أو لأمانة بغداد متصدر الشرطة القيثارة ينفرد بالصدارة 73 نقطة يليه نادي القوة الجوية ب66 نقطة الزوراء 63 ثالث الترتيب زاخو يتواجد في المربع الذهبي ب58 نقطة نقطة والنجف خامساً ب56 نقطة فرق في المراكز الخمسة الأولى إن شاء الله بالسلامة لميلاد ركلة حرة لمصلحة أمانة بغداد هذا فلاح عبد الكريم لاحظة لفريق الديوانية لاحظ الإعادة تدخل على ميلاد فلا حرك لحرة من تقريباً بعض الأندية حضوضها خلاص انتهت وتواجدها للموسم القادم تحدث عن دهوك نوروز الطلبة النفط أيضاً حدود حتى نفط ميسان فرق اللي حافظت على تواجدها للموسم القادم لكن الصراع سيستمر بفرق الصدارة ما بين الشرطة والقوة الجوية وهذا مرتضى قصاد خطأ يشير لحكم المباراة مع وجود ركلة حرة لصالح نادي أمانة بغداد يتكرر سيناريو الشوط الأول ما بين الفريقين لكثرة الأخطاء كثرة الأخطاء وكثرة الصافرة من حكم المباراة كثرة الصافرة من حكم المباراة خطأ لصالح أمانة بغداد ينفذ الخطأ عملية التمرير قريبة للخط الجانب لا زالت داخل أرضية الملعب الحارث إلى عمد خالد جهة اليسار لكن بعيدة إلى خارج الملعب إذن تغييرين شاهد على حيسن سيدفع بتغييرين دفع واحدة المدرب أيمن الحكيم واحد من الخيارات الهجومية طبعا على أمحيسن بالنسبة للمدرب أيمن الحكيم من سيغادر من تشكيل فريق نادر القاسم ويشترك على أمحيسن ولاعب آخر ميسوك داخل منطقة الجزاء الغاني حاول يمر قريب منه تقف العيدة للوصل إلى أوديني جورج مر النيجيري داخل منطقة الجزاء خطيرة لنادر القاسم ومرت إلى الخارج مرت إلى الخارج مرت إلى الخارج من أمام محمد خالد أمام محمد خالد وحديث جانبي ما بين ثار أحمد والمساعد وسام طالب لاحظ الإعادة لا وجود الخطأ تكاك طبيعي جدا ما بين اللاعب محمد خالد ومحمد عطل اللاعب المصري ومدافع فريق نادي أمانة بمدر احتكاك طبيعي هنا سيف رشيد سيف وهذا محمد خالد يغادر ودخول سيف رشيد وعلام حيسن أيضا سيشترك الآن بديل لفلاع عبد الكريم لاحظ تغييرات المدرب أيمن الحكيم يغير على مستوى خط الهجوم خط الهجوم لإشراكه سيف رشيد اللي عنده هدفين على الكرخ والكهرباء بالإضافة إلى اللاعب والمهاجم على أمحسن اللي عنده خمسة أهداف هدف على زاخو واثنين على الطلبة وهدف على أربيل وهدف على النف خمس أهداف لعلى أمحسن رمية جانبية ميلاد فلاح ميلاد بغداد يريد العودة بالنقاط الكاملة من ملعب الكوت الأولمبي ملعب الافتراضي لفريق ناد القاسم كرة تعود للوسط عطوى يحاول غير لعب لجهة اليسار لتقي طالت على التقي قريبا لعلي خليل لكن أيضا طالت على علي خليل وتصبح رمية جانبية لصالح ناد القاسم من الجهة البعيد علي خليل حاول اللحاق بالكرة ومرت كرة علي خليل سين محسن تصطد بلاعبي فريق ناد القاسم مرت من أمام مرتضى قصاد عملية الهجوم جاسم محمد ينقل كرة إلى ميلاد فلاح حاول رضا فاضل متراجع للوسط رضا فاضل مهاجم فريق نادي أمانة بغداد اللي اشترك بديل لآرنس تيري عملية الهجوم الآن أمانة بغداد داخل منطقة الجزاء وتقطية عن طريق اللاعب كرار فالح اللي بدورا يتركها إلى خارج الملعب لتصبح ركلة مرمى لصالح ناد القاسم لناد القاسم ركلة مرمى لناد القاسم أكثر من ساعة مرت والتعادل يستمر بدون أهداف حتى الآن ناد القاسم ونادي أمانة بغداد ونادي أمانة بغداد لحساب الجولة 33 لدون الهجوم العراق جولات الأخيرة جولات الحسن لفرق الصدارة والفرق اللي تقع في المراكز الأخيرة عملية التمرير ما بين لاعبين ناد القاسم كرة النقل الأمام عادت فلورنت ديدر العاجي إلى رضا طالت على رضا فاضل عادت لدفاعات ناد القاسم وحكم المباراة سحب على رضا فاضل خطأ يشير لحكم المباراة محمد صادر ركلة حرة لصالح نادي أمانة بغداد أو لنادي القاسم ركلة حرة لنادي القاسم هذا علام حسن اللي أصبح هو الكابتن بعد خروج فلا عبد الكريم وفلا عبد الكريم أضاع فرصة من خلال الشوط الأول لفريق القاسم على مرمى فريق أمانة بغداد هذا البديل سيف رشيد سيف رشيد سيف رشيد هنا تغييران أيضا تغييران لأمانة بغداد أمانة بغداد دخول عمر عدنان عمر عدنان وأيضا أسهر علي عمر عدنان وأسهر علي تغييرين دفعة واحدة لمدرب فريق نادي أمانة بغداد ثائر أحمد أيضا تغييرات جومية لثائر أحمد كل مدرب الآن يفكر بالهجوم كل مدرب يفكر بالثلاث نقاط أيمن الحكيم وثار أحمد هذا هو أسهر علي أسهر اللي عنده هدف على أربيل أسهر علي بالإضافة إلى البديل الآخر اللي اشترك لاعب الوسط عمر عدم أسهر يرتكب خطأ بدخوله إلى أجواء المباراة كرة النقل الوسط سيف رشيد من أمامه تبعد أقرب لمحمد عطوة يلعب كرة أمامه محمد عطوة عادت لحيدر ماجد مدافع اليسار ينقل الوسط أوديني جورج إلى ميسوكي على جهة اليمين سين محسن تقي اركي إلى خارج الملعب تقي فلاح إلى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي أمانة بغداد هذا التقي تقي فلاح رمية جانبية أمانة بغداد سود العاصم هل يتمكن سود العاصم من الانتصار على سود سورة لاعبين نادي القاسم في هذا اللقاء خطيرة ممكن الآن نادي القاسم داخل منطقة الجزاء وتبعد إلى ركلة ركنية في اللحظة الأخيرة سيف رشيد سيف رشيد يحاول أن يكون البديل الناجح لفريق نادي القاسم سيف رشيد يواجه المرمى لولا التدخل في اللحظة الأخيرة عن طريق عبد الله كريم دودو اللي أبعدها إلى ركلة ركنية لصالح نادي القاسم في هذه اللحظات لاحظ سيف رشيد وعبد الله كريم دودو اللحظة الأخيرة يبعدها إلى خارج الملعب لركلة ركنية ركلة ركنية لصالح نادي القاسم على القامل عيسر لمرمى أمانة بغداد نادي القاسم يريد أن يسجل في هذه اللحظات عملية الإبعاد جاسم محمد جاسم إلى خارج الملعب رمية جانبية لنادي القاسم رمية جانبية لصالح نادي القاسم تنفذ الرمية جانبية قريبة للحارث حاتم يحاول يمر الحارث لكن طالت على الحارث حاتم ومرت إلى خارج الملعب يتصبح ركلة ركنية لنادي القاسم ركلة ركنية لنادي القاسم رغم المؤازر الجماحية رغم جمهور نادي القاسم ويحفز اللاعبين من على مدرجات ملعب الكوت الأولمبي داخل منطقة الجزاء خطيرة على مرمى نادي أمانة بغداد عملية الإبعاد عادة حيدر ماجد مدافع اليسار يحاول انقلها داخل منطقة الجزاء لأمانة بغداد لكن عبد السليم وينقض عبد السليم على هذه الكرة عملية الهجوم أسهر علي الآن ثائر أحمد يلعب بأربعة أربعة أثنين بعد ما كان الشوط الأول يلعب بأربعة خمسة واحد الآن يلعب بأربعة أربعة أثنين بعد إشراكه رضا فاضل وأسهر علي ودخول اللاعب عمر عدنان في خط الوسط من خلال التغييرات اللي أجراها مدرب ثائر أحمد مدرب فريق نادي أمانة بغداد وهذا ميلاد فلاح ميلاد فلاح على التنفيذ للرمية الجانب ميلاد جاسم لميلاد قريب من الحارض اصطلت من ميلاد فلاح حارض حاتم هذا جاسم من محمد جانب من الحضور الجماهيري لجمهور نادر قاسم حاضر في ملعب الكوت الأولمبي جمهور محب عاشق دائما يكون متواجد مؤازر للفريق كرة تبعد إلى خالج الملعب رمية جانبية لصالح نادر قاسم هذا ميلاد مدافع اليمين وكرة الفريق نادي أمانة بغداد رمية جانبية حيدر ماجد حيدر للأمام حارث حاول يمر قطع ممتاز عن طريق ميلاد إلى خارج الملعب رمية جانبية لمصطحة فريق نادي القاسم حارث حاتم كان فيه محاولة عن طريق الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء عبد سليم كرة وصلت لحارس المرمى لنادر قاسم حيدر ماجد دينيس شامبيزي عملية تغيير ميسوكي حاول استخلاص الكرة ميسوكي بينما بين ميلاد فلاح أو تقي فلاح ميسوكي وتقي وعملية الإبعاد من تقي إلى خارج الملعب لرمية جانبية تصبح لصالح نادر قاسم رمية جانبية لصالح نادر قاسم حارس الكبير الدول السابق براهيم سالم مدرب الحراس لنادي أمانة بغداد هجوم الآن سيف رشيد بعيدة عن علاء عسف إلى خارج الملعب ركلة مرمى لصالح نادر أمانة بغداد ركلة مرمى لأمانة بغداد هذا علي كليل ركلة مرمى عبد سليم ممكن رضاء ممكن أسهر يخطف هدف لفريق نادر أمانة بغداد ممكن البدلاء علام حيسن وسيف رشيد من جانب فريق نادر قاسم يخطف هدف لفريقه ثلاث نقاط في غاية الأهمية لنادي القاسم وأيضا لنادي بغداد ثلاث نقاط في غاية الأهمية إذا ما حقق أحد الفريقين رح يصعب المهمة على الفريق الخاص من خلال التواجد في دور نجوم العراق عملية الهجوم علاء محيسن اللي سبق وأن مثل الكهرباء والحدود على أمانة لاعب ومهاجم فريق نادر قاسم داخل منطقة الجزاوة مرت من أمام علاء مرت من أمام علاء محيسن إلى خارج الملعب ركلة مرمى علاء محيسن ضاعت على نادر قاسم أمام حيرة المدرب أيمن الحكيم لاحظ الإعادة علاء غير متسلل لاحظ الإعادة وعلاء كان تحتاج إلى لمسة من علاء محيسن ليضحها في مرمى أمانة بغداد غير مراقب من قبل مدافعي أمانة بغداد على أم حيسن أضحها بهذه الطريقة أضحها بهذه الطريقة أضحها بهذه الطريقة على أم حيسن تبقي التعادل حتى الآن وصولا إلى الدقيقة 71 وحكم المباراة يوقف اللعب الآن لدقيقة التبريد بالنسبة لللاعبين مباراة لحد الآن دقيقة التبريد طبعا هي توقف للراحة لشرب المياه لللاعبين في درجة حرارة الآن خفضت درجة الحرارة بعد ما كانت في الشوط الأول 49 الآن 44 درجة مئوية يعني نحفضت خمس درجات بعد ما كانت في الشوط الأول 49 درجة مئوية سرعة الرياح طبعة 32 كيلو متر في الساعة لازلنا بانتظار عودة الفريقين لأجواء المباراة نذكر بمشوار الفريقين المتبقي من خلال الجولات الأخيرة نادي القاسم سيواجه نفط البصرة المباراة القادمة ونادي بغداد سيقابل نادي الكهرباء في مباراة القادمة مباراة الفريقين الجولة أو الجولات الخمسة المتبقية نادي القاسم سيواجه نفط البصرة ونفط الوسط والطلبة والجوية وكربلة بينما بغداد سيواجه كهرباء والجوية وكربلة ونفط الوسط والنفط كرة تمر وتبعد إلى خارج الملعب تصبح رمية جانبية لصالح نادي أمانة بغداد تغيير آخر لأمانة بغداد تغيير رابع لأمانة بغداد لاعب محمد خالد جفال بديل لجاسم محمد محمد خالد جفال لاعب تنقل لعدة أندية تقريباً ما تثلف من أندية في دوري الكبار عندت عن دهوك وأربيل وعن ندية الزوراء وشرطة نجف نقطة الوسط كثير من الأندية اللي يمثلها محمد خالد جفال اللي اشترك الآن بديل لجاسم محمد مع التغييرات فريق أمانة بغداد يحاول أن يغير نتيجة المباراة للانتصار والثلاث نقاط يتقدم إلى المركز الثامن عشر بدلاً من التاسع عشر يتقدم على ناد القاسم بفارق نقطة إذا ما حقق الانتصار لكن التعادل يبقي الفريقين بنفس المراكز التعادل يبقي الفريقين بنفس المراكز بالنسبة لأمانة بغداد وناد القاسم عملية الهجوم الآن على تحاول يمر عن طريق الجانب الأيمن ناد القاسم ميسوك إلى حسير محس داخل منطقة الجزاء بعاد من ميلاد فلاح عودة للوسط حيدر ماجد أوديني جورج هذا سيف رشيد يحاول لفه الدوران سيف ينقلها إلى أوديني جورج تسطد بأوديني تعود لمصلحة فريق نادي أمانة بغداد أقرب لفلوران ديدر لاعب العاجي فلوران يخسرها فلوران ديدر تعود من جديد لناد القاسم يحاول أن يصل إلى مرمى فريق أمانة بغداد داخل منطقة الجزاء هدف أول قول لناد القاسم هدف لناد القاسم هدف 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 الدقيقة 75 ناد القاسم يسجل هدف أول في مرمى أمانة بغداد هدف أول لناد القاسم في مرمى أمانة بغداد عن طريق اللاعب على أم حسن على أم حسن بكرة زاحفة بعدما غلطت الحارس واستدت بالمدافع لتدخل إلى شباك مرمى أمانة بغداد ليسجل على أم حيسن سادس أهدافه مع نادي القاسم خلال هذا الموس سادس أهدافه على أم حيسن مع نادي القاسم خلال هذا الموس قد يسجل باسم المدافع للفريق نادي أمانة بغداد لاحظ اللقطة لاحظ المحاولة ولاحظ التمريرة اللي كانت من سيف أعتقد سيف 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 رشيد سيف رشيد بمساعدة المدافع الهدف يحتسب للمدافع عبدالله كريم عبدالله كريم دودو هو من سجل الهدف بالخطأ في مرمى فريق لاحظ الإعادة عبدالله كريم دودو يلمس الكرة من تحت الحارس لمرمى فريق أمانة بغداد الحارس عبدالسليم ليسجل فريق نادي القاسم أول أهداف المباراة دقيقة 75 بخطأ دفاعي أيضا لأمانة بغداد المباراة الأولى مباراة الذهاب أيضا بخطأ دفاعي لكن من سجل في المباراة الأولى وانتهت لصالح نادي القاسم بهدف هو أيمن رزيج واليوم من يسجل في هذا اللقاء مدافع آخر لبغداد هو عبدالله كريم دودو لاعب من النيجر هو اللي يسجل الآن هدف خطأ في مرمى فريق نادي أمانة بغداد مشكلة مدافعي أمانة بغداد وأمام نادي القاسم التسجيل في مرمى على أم حاسن على للحارث عيد الخلف الحارث حاتم عملية تغيير لعب إلى على أم حاسن على بعد دخول سيف رشيد وعلى أم حاسن فريق نادي القاسم والمدرب لفريق نادي القاسم أيمن الحكيم نشت خط الهجوم بشكل فعال نشت خط الهجوم بشكل فعال عملية الهجوم الآن ميلاد والإبعاد أسهر علي أسهر مرتضى قصاد إلى ميسوكي جهة البعيدة لصالح نادي القاسم ميسوكي عملية تحضير تدخل من تقي فلاح قريب من عالم الزاوية لمرمى أمانة بغداد تعود للوسط فلورانت ديدر فلورانت يخسرها الأعابي فريق أمانة بغداد الضلية لفريق نادي القاسم من خلال الشوط الثاني الضلية بالأداء والنتيجة على حساب أمانة بغداد الحارث الحارث مر الحارث حاتم يحاول أن ينطلق للأمام وبطاقة صفراء أعتقد للتحايل ستكون بطاقة صفراء للحارث حاتم بطاقة صفراء للحارث حاتم للتحايل حلوة للحارث حاتم يتلقى أو يتقبل القرار من حكم الممبرات بكل روح رياضية يعني هو أحس بأنه أخطأ في هذه المحاولة حارث حاتم واعتدار جميل من هذا الله حلوة حلوة للحارث حاتم حلوة للحارث حاتم بالفعل لم يكن هناك أي احتكاك من قبل مدافع فريق أمانة بغداد ميلاد فلاح مع الحارث حاتم لذلك هو أحس بأنه سيتلقى البطاقة الصفراء كرة عالية داخل منطقة الجزاء دينيس تشامفيزي وهنا رضا فاضل يحاول يمر رضا وحكم الممبرات الشيري لوجود خطأ مع وجود ركلة حرة لأمانة بغداد ركلة حرة لأمانة بغداد لاحظ الإعادة والإبعاد اللي كان عن طريق دينيس تشامفيزي وبعد ذلك كان هناك تدخل عن طريق مدافع اليسار لفريق نادر القاسم حيدر ماجد اللي يرتكب خطأ محمد خالد جفال محمد خالد على التنفيذ للركلة الحرة ممكن شاهد بغداد يعود لأجواء المباراة دقيقة 80 عشر دقاق تفصلنا عن نهاية المباراة عشر دقاق تفصلنا عن نهاية المباراة وأمانة بغداد يبحث عن هدف تعادل في هذه اللحظات الدقاق العشرة الأخيرة ومحمد خالد على المرمى بالمباشر والحارس أحمد شاكر الإبعاد إلى ركلة ركنية أحمد شاكر الإبعاد إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق نادي أمانة بغداد ركلة ركنية محمد خالد من جديد على القام القريب إبعاد من حسين المحسن مدافع اليمين اللي يأتي على الجانب الأيسر تعود من جديد الآن نادر القاسم وعمر عدنان خطيرة على مرمى نادر القاسم الإبعاد ممكن مرتد هذا على أمحيسن ينتظر المساندة على أمحيسن وسحب وبطاقة صفراء بطاقة صفراء بطاقة صفراء بطاقة صفراء على أسهر علي أسهر علي قادم من الميناء أسهر علي بطاقة صفراء على أسهر علي سحب واضح بعد وجود مرتدة لمصلحة فريق نادر قاسم وعلى أمحيسن كابتن فريق نادر قاسم لاحظ الإعادة لمحاولة فريق أمانة بغداد والتزديد بالمباشر عن طريق محمد خالد جفال اللي أنقذها الحارس أحمد شاكر إلى خارج الملعب الراكلة روكلي هنا الحارس عبد السليم لقى مرماه هدف عبد السليم ركلة حرة سيف رشيد مع عطوة ركلة حرة مباشرة تنفذ الركلة الحرة يجيهم الآن لناد القاسم يبحث عن هدف ثاني يؤمن على نتيجة المباراة بينما أمانة بغداد يحاول أن يعود ليدرك التعادل ليدرك التعادل محمد خالد كرة طويلة تصل لحارس المرمى أحمد شاكر حارس المرمى لناد القاسم تزأر الآن اسود سورة على حساب اسود العاصمة وتضع كادر التدريبي لفريق أمانة بغداد تحت الضغط ثار أحمد وأسان طالب ورمجية اليسار الحارس حاتم عملية الهجوم الآن ناد القاسم يحاول أن يضاعف النتيجة بهدف آخر تغيير اللعب هناك على الطرف الأيمن والبحث عن ميسوك لم يظهر في هذه المباراة ميسوك أغلب مباريات ناد القاسم دائما تجد الحل مع اللاعب الغاني ميسوك لكن اليوم لم يظهر بالشكل المطلوب لاعب جهة اليمين لفريق ناد القاسم ميسوك حسين محسن يتقدم داخل منطقة الجزاء سيف رشيد الرئسية وتصل لحارس المرمى عبد سلم عبد سلم حارس المرمى لنادي أمانة بغداد سبقوا اللعب للكرخ انتقى للميناء لكن لم يشترك مع الميناء في هذا الموسم بسبب العقوبة اللي طالت الميناء من قبل اتحاد الدولي بكرة القدم لذلك غادروا كل اللاعبين اللي تم التوقيع معهم بالنسبة لنادي الميناء وفريق الميناء اعتمد على اللاعبين الشبان اللاعبي الميناء من فريق الشباب والرديف وبالتالي استطاع ان يحقق نتائج جيدة وممتازة مع مدربه الشاطر حسن اللي استطاع ان ينتشل فريق الميناء من المراكز الاخيرة ليضعه في مركز جيد لحد الآن ويحاول ارتعاد فريق الميناء من مراكز الخطر والبقاء للموسم القادم والتفكير في الموسم القادم لاستقطاب لاعبين على مستوى الاحتراف وايضا لاعبين المحليين من لاعبين الجيدين اللي من الممكن ان نشاهد الميناء فريق منافس مع الفرق الكبيرة لدور النجوم العراق رمية جانبية ميلاد على التنفيذ الرمية الجانبية داخل منطقة الجزاء محمد خالد من امامة تبعد الحارض فلاح متراجع للخلف ينقي الكرة للامام اقرب لميسوك من امامة تبعد ميسوك عن طريق تقفلاح المحاولة تستمر ميلاد ممكن يسدد على المرمى ميلود والحارس احمد شاكر والحارس احمد شاكر الحارس للمرمى لناد القاسم للمرة الثانية ينقذ مرمى فريق الناد القاسم من محاولة اخرى لفريق امامة بغداد عمر عدنان الى فلوران ديدر جهة اليسار علي خليل علي خليل داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة بعيدة عن رضا رضا فاضل سائر احمد اكيد في هذا التوقيت في هذا الوضع الصعب اللي مر فيه النادي امارة بغداد الاستلام المهمة بالنسبة لثائر احمد يحاول انقاذ ما يمكن انقاذه لكن يبدو لي الامر صعب جدا الامر صعب جدا على فريق امارة بغداد المباراة اليوم بست نقاط بالنسبة للفريق الناد القاسم اذا ما انهى المباراة بهذا الانتصاب راح يبتعد عن فريق النادي امانة بغداد بخمس نقاط يبتعد عن نادي امانة بغداد بخمس نقاط ويشارك فريق نفط البصرة بنفس المركز نفط البصرة المركز اسبوع طعش وهنا تغيير بمصلحة امانة بغداد تغيير اخير ثار احمد يستلفظ كل تغييراته هذا حسين زياد اللي يشترك الان حسين زياد حسين زياد يشترك الان عنده هدفين على دهوك والميناء حسين زياد حاول بالزيادة العددية هناك تغيير لنادي القاسم مشتبى محسن بديل الحارف حاتف مشتبى محسن يخرج لاعب وسط ويشرك مدافع المدرب ايمان الحكيم يحاول ان يؤمن على نتيجة المباراة قبل نهاية المباراة باربع دقائق عملية الهجوم الآن لمسطعة فريق نادي القاسم ميسوكي هل ينهي المباراة بهدف آخر فريق نادي القاسم داخل منطقة الجزاء وعلى محسن كرة الطول وتصل لحارس المرمى عبد السليم عبد السليم ميسوكي ينقل كرة داخل منطقة الجزاء لمرمى نادي أمانة بغداد لكن علاء لم يتعامل مع الكرة بشكل إيجابي وضعت على فريق فرصة تجيل هدف ثاني كرة الطول إلى خارج الملعب هذا دينيس شامبيزي أقرب لميلاد فلاح ميلاد محمد خالد جفال إلى علي خليل علي خمس تغييرات لأمانة بغداد لكن لم يغير من واقع الأداء واقع النتيجة بالنسبة لفريق نادي أمانة عملية التمرير بشكل جميل الله على مشتبه TP ممكن ثاني لفريق نادي القاسم وهدف ثاني لنادي القاسم لأحظ الفرحة وردة الفعل للكادر التدريبي لفريق نادي القاسم بهدف ثاني لأحظ الأخطاء الدفاعية لفريق أمانة بغداد تكلم فريق أمانة بغداد حوله المباراة والبديل البديل لخل إلى المباراة ليسجل هذا مشتبه مشتبه يسجل هدف ثاني لفريق نادي القاسم في مرمى أمارة بغداد البديل يسجل هدف ثاني حلوة مشتبه محسن يسجل هدف ثاني بعد متابعة جيدة لهذا اللاعب ليسكنها في شباك مرمى فريق نادي أمارة بغداد ولاحظ ردة الفعل لجمهور فريق نادي القاسم أو أي فرحة لهذا الجمهور أي فرحة لهذا الجمهور هذا الجمهور اللي عانى ما عانى من كثرة الترحال من كثرة الترحال جمهور نادي القاسم فرح بهذه النتيجة وفرح بهذا الانتصار وقد تكون هنا عودة للفار عودة للفار لاحظ الإعادة هل تمكن من الإمساك حارس المرمى عبد السليم وبالتالي أو دحى اللاعب مشتبه في المرمى أعتقد راح تكون عودة للفار أعتقد راح تكون عودة للفار هل يحتسب الهدف هل يلغى الهدف هل يلغى الهدف ننتظر القرار من حكم المباراة محمد صادق هل هناك خطأ هل هناك هدف شرعي لنادي القاسم إذا ما اعتمد الهدف خلاص نادر القاسم إلى الثلاث نقاط نادر القاسم إلى الثلاث نقاط إذن ننتظر القرار هل يعتمد الهدف هل يحتسب الهدف هل هناك خطأ 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 لمصلحة فريق أمارك برد خطأ على مشتفى محسن بعد العودة إلى البار والقرار لصالح أمانة بغداد ركلة حرة مباشرة ينفذ الخطأ هل تعطي أمل لأمانة بغداد للعودة على الأقل أن يتعادل في هذا اللقاء على الأقل يتعادل في هذا اللقاء إلى ركلة ركنية جمهور نادر القاسم سعيد بهذه النتيجة سعيد بهذا التقدم لفريقه على حساب أمانة بغداد تنفذ الركلة الركنية تعود من جديد لعلي خليل جهة اليسار هل يفعلها نادي أمانة بغداد عملية الإبعاد أمام تراجع تسع لاعبي لفريق نادر القاسم للدفاع عن مرماهم عملية تغيير هذا مشتبى محسن مشتبى يحاول أن يمر خلاص تسعين دقيقة انتهت مشتبى يحاول إيجاد المساحة للتزديد على المرما يسدد وهناك لمسة يد ركلة حرة مباشرة لصالح نادر القاسم تسعين دقيقة انتهت تسعين دقيقة انتهت وبطاقة صفراء على محمد خالد جفال محمد جفال للاعتراض محمد خالد للاعتراض إذن سبع دقاق سبع دقاق وقت محتسب بدأ الضاع للمباراة ونادر القاسم يتقدم بهدف مقابل لا شيء الهدف سجل عن طريق المدافع لنادي أمانة بغداد عبدالله كريم دودو لاعب من النيجر هنا ركلة حرة ركلة حرة لصالح نادر القاسم ومحمد خالد يطالب زملاء التقدم الأمام لاحظ الإعادة باليد تزديد قوية كانت طدت بيد اللاعب محمد خالد جفال مع وجود ركلة حرة مباشرة ركلة حرة مباشرة هل يفعلها نادر القاسم ويضاعف النتيجة بهدف ثاني بهدف ثاني يكون انتصار سابع لفريق نادر القاسم والثاني لنادي القاسم على أمانة بغداد وبنفس طريقة انتصار المباراة الأولى ومباراة الذهاب ركلة حرة نادر القاسم على المرمى لكن بعيدة إلى الخارج يعني أهداف نادر القاسم في مرمى أمانة بغداد بأخطاء المدافعين مباراة الأولى أيمن الزيج وهذه المباراة عبدالله كريم دوجل كرة عالي الأمام هجوم الآن سيف رشيد والثاني هدف ثاني لنادي القاسم هدف 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 ثاني خلاص نادر القاسم والثلاث نقاط نادر القاسم والثلاث نقاط نادر القاسم والثلاث نقاط وسيف رشيد سيف رشيد يسجل هدف ثاني لفريق نادر القاسم في مرمى أمانة بغداد في مرمى أمانة بغداد هدف ثاني وثلاث نقاط لفريق ناد القاسم ويصعب المهمة تماما على أمانة بغداد ناد القاسم يصعب المهمة على أمانة بغداد لاحظ الإعادة غير متسلل سيف غير متسلل سيف رشيد لعبها من فوق الحارس خروج غير موفق لحارس مرمى أمانة بغداد عبد السليم لذلك تمركزه كان غير سليم حارس المرمى لأمانة بغداد وترك الفرصة لسيف رشيد لعبها من فوق الحارس ليسجل ثاني الأهداف لناد القاسم في مرمى أمانة بغداد أي فرحة لهذا المدرب السوري أيمن الحكيم بهدف ثاني لفريق ناد القاسم ثلاث نقاط مهمة جدا لفريق القاسم ثلاث نقاط في غاية الأهمية لناد القاسم تعطيه دفعة كبيرة لمباريات القادمة لتحقيق نتائج جيدة وهذا على أم حسن وجورج وعلا ولاحظ التبادل بشكل جميل يعني فريق ناد القاسم في الشوط الثاني شكل ثاني شكل ثاني ناد القاسم في الشوط الثاني يعني أداء ونتيجة وهدف ملغي تحسب للمدرب أيمن الحكيم تغييرات اللي أجراها طريقة اللعب بالنسبة لفريق ناد القاسم اللي يسيطر بشكل كامل من خلال الشوط الثاني وعلى حساب فريق أمارة بغداد واستطاع الوصول إلى نتيجة المباراة بهدفين للأشياء هل يسجل ثالث الهداف هل يسجل ثالث الهداف فريق ناد القاسم لكن لما ما تبعد علي خليل في اللحظة الأخيرة علي خليل إلى محمد خال جفال علي خليل من جديد نلعب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدأ الضاع من الدقاق السبعة اللي أضافه حكا نمبرات وتغيير أخير لفريق نادي القاسم تغيير رابع وأخير أمير محمد سيشترك الآن أمير محمد سين زياد ميلاد جفال حاولي غير لعب الجهة البعيدة جفال عملية تمرير قريبا منطقة الجزاء خطيرة على مرمى ناد القاسم وأقرب لأوذيني جورج وهنا خطأ لصالح نادي أمانة بغداد ركلة حرة مباشرة الآن تغيير هذا أمير في قائمة التغيير بالنسبة لنادي القاسم أيمن الحكيم أيمن الحكيم بالحكمة أدار الشوط الثاني أيمن الحكيم واستطاع التفوق على ثائر أحمد وبالتالي يحقق فريق ناد القاسم نتيجة مميزة ونتيجة على حساب أمانة بغداد في لقاءهم السابع إذن خروج لمرتضى قصاد مرتضى قصاد وأمير يشترك الآن أمير محمد يشترك بديل لمرتضى قصاد في تغيير آخر لفريق ناد القاسم داخل منطقة الجزاء عملية الإبعاد من دينيس شمبيزي إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي أمانة بغداد تنفذ رمية جانبية محمد جفال محمد جفال للوسط من محمد جفال عمر عدنان إلى ميلاد جهة اليمين قريب من علم الزاوية لمرمى فريق ناد القاسم ميلاد داخل منطقة الجزاء وأوديني جورج عملية الإبعاد تعود من جديد نادي أمانة بغداد ومحمد جفال يسدد بهذه الطريقة بهذه الطريقة واضح واضح تسرع على لاعبي فريق نادي أمانة بغداد لاحظ هذا الهدف اللي ألغي ألغي اللي سجل اللاعب مشتبه محسن وألغيه على اعتبار أن حارس المرمى عاب السليم تمكن من الانقضاب على الكرة وبالتالي مشتبه محسن أخذ الكرة من يد الحارس وسجل الهدف والغيه الهدف لكن ضاعف النتيجة عن طريق سيف رشيد اللي سجل الهدف الثاني ومنح الثلاث نقاط لفريق ناد القاسم على حساب أمانة بغداد من الآن نقول مبروك لناد القاسم هذا الانتصار نقول هارد لك لفريق أمانة بغداد خسارة جديدة خسارة جديدة لأمانة بغداد وتقلل من حبوضة للتواجد للموسم القادم هو الموسم الماضي كان في الدوري الدرجة الأولى لاحظ هذا الهدف الأول لفريق ناد القاسم بخطأ المدافع عبدالله كريم دودو رمية جانبية سبع دقاق انتهت سبع دقاق انتهت وناد القاسم اثنين لا شيء لفريق أمانة بغداد ميلاد نفذ الرمية الجانبية قد تكون الفرصة الأخيرة لأمانة بغداد على مرمى ناد القاسم محاولة مستمرة تبعد من أمام أسهر علي عادة مرتدة الآن سيف رشيد عمر عدنان إلى محمد عطو عيدة لحارس المرمى عبد سليم حارس المرمى لأمانة بغداد إذن في هذه الأثناء مشاهدين ومتابعين عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي حكم المباراة محمد صادق يطلق الصافر الإعلام عن نهاية الكاملة للقاء ناد القاسم بضيفه أمانة بغداد لينتهي هذا اللقاء بفوز ناد القاسم بهدفين للا شيء سجلت الهداف عن طريق خطأ مدافع فريق أمانة بغداد عبدالله كريم دودو والهدف الثاني لمصلحة اللاعب سيف رشيد انتصار تميل لفريق ناد القاسم على حساب نادي أمانة بغداد يرفع رصيدة نادي القاسم إلى 28 نقطة يبقى بنفس المركز ويشارك نفط البصرة بنفس المركز ب28 نقطة أمانة بغداد يتجمد رصيدة ب23 نقطة ويتلقى خسارة الثامنة عشر له خلال هذا الموسم تقل الحظوظة للتواجد للموسم القادم أحبة نلقاكم في مباريات قادمة ومعيد جديدة القدبل وكل التحيات مني معلق المباراة جمال الدراج ترجمة نادي Cheers للادفن للادفن ترجمة نانسي ترجمة نادي ترجمة نادي لا唇 ترجمة نادي اشتركوا في القناة